يا مساء الورد والفل والياسمين عليكم هجهز الزوج دوت للشحن بإذن الله لبرسعيد وفي حبة تجهيزات كده بعملها مع الطيور القلبينو علشان تنتج معايا بسهولة وما يكونش فيها مشاكل أول حاجة طبعا الديل يكون طويل زي ما انتوا شايفين كده وجسم العصفور ما شاء الله صحته كويسة أنا أصدت أن أوريكم الحتة دي تحديدا عشان أوريكم أن صوابة العصفور كويسة وحاكم قبضته والمجمع بتاعه نضيف والريش بتاعه طويل جدا جايب من أول السقف بتاع القفص لحد النهاية تحت بتاعة القفص ومعادي كمان ما شاء الله فدي الحاجات الجميلة اللي الواحد بيكون حريص إن هو يرجع عليها أثناء الشحن الضوافر تكون كويسة القدم تكون سليمة الأربع صوابع مزبوطين ريش العصفور كامل ما فيش فيها أي مشاكل طول الريش بتاع الديل بيساعدني في تحديد السن بتاع العصفور المعافرة للعصفور عمال بيعملها معايا دي بتطميني إن صحة العصفور كويسة وإن أنا أقدر أعتمد عليه وافرخ منه بإذن الله أهم حاجة عندي في تجهيز الطيور للإنتاج إن أنا ماستعجلش على موضوع الفرخ ودي للطير حقه في إن هو يأكل كويس وسنه يكون مناسب للتزاوج والإنتاج أنسى بسن أنا بشغال فيه الكوكتيل من عمر عشر شهور لسنة ولما بيتأخر معايا عصفور لعمر سنة بيبقى بالنسبة لي أحسن كمان عشان خطر الإنتاجية اللي بتطلع بتكون حجمها أكبر وأفضل بكتير ما تستعجلش على الإنتاج بص بسم الله ما شاء الله المجمع عنده نضيف جداً هوت والصوابع كاملة وكل حاجة فيه مظبوطة الهد بتاعه كويس المنقار سليم التاج بتاعه كامل التغذية أهم شيء أنا أبدل العصفور بتاعي مرة بيت كل أسبوع ومرة غلة ومرة فواكه ومرة خضرات الاستمرارية في تقديم الأكل دوت على مدار العشر شهور بتوع تغذية العصفور لحد وقت فرخه أو وقت بيعه بيخلي العصفور إنتاجه سهل جداً لو تلاحظوا كده أن طول الديل قد طول جسم العصفور فده كده معناه أن الزكر أو الفرد اللي في إيدي ده عمره تخطى السنة خلاص وجاهز للإنتاج بإذن الله إنتاجية طيور الزينة بتحتاج صبر وتغذية جيدة والمربي يكون صبور على الطير بتاعه زي ما أنت شفتوا كده معنا حجم العصفور كان جميل بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك رب للمشتري ويكون باب رزق له معايا بقى كمان هدية كده بعتها للمشتري ده عبارة عن فيتامين سي عشان الإجهاد الحراري اللي بيمر به العصفير دلوقتي بسبب درجة الحرارة العالية جداً الحرارة دلوقتي ومسم الصفر اللي احنا فيه بيخال العصفور منهج جسدياً فما بيقدرش يقاوم الإجهاد ده فأنت لازم تعوضه بفيتامين سي الكيس دوت عبارة عن فيتامين سي مركز بيتحط منه واحد جرام على عشرين لتر يعني على لتر المية اللي بتقدمه للعصفور هتحط واحد من العشرة من الجرام لأن تركيز واحد من العشرة ايه بتهايلي كمان أقل من واحد من العشرة التركيز بتاعت دوت دوت ممتاز وكويس جداً أنا مقدمه هدية للمشتري عشان فاطر يحمي طيوره إن شاء الله يكون مسم سعيد عليه ربنا يكتب له الخير بإذن الله ويرزق كل واحد مشتاء بكل ما يتمنى في رعاية الله